يلا نبدأ بسم الله هنتكلم النهاردة ان شاء الله بإذن الله على أول درس لنا كده في السنة 4 unit 1 عندنا في الترمي التاني يعني بتبدأ بحاجة اسمها unit fraction الترمي ده معظمه هنتكلم على fraction طيب خلينا نفتكر كده من الأول وبالترتيب وواحدة وواحدة خاصة هو حضرتك فاكر أصلا يعني ايه كلمة fraction تعال نفتكر مع بعض احنا خدناها من أول تالتة ابتدائي وخدنا كمان في تانية ابتدائي شوية fraction بس كانوا صغيرين خلص لو أنا جدت دلوقتي شكل بيتزا والبيتزا دي قعد تقسمها مثلا ل 4 parts الأول انت شايف ان 4 parts دول equal ولا on equal equal تقريبا يعني equal تقريبا لكن لو أنا مسكت البيتزا وروح تعامل كده بقوا equal ولا on equal طيب قولي هنا هو كان four four equal parts كلام زي الفول هنا four on equal parts equal parts أول لما جأسأل حضرتك دلوقتي هو أنا لو كالت الحتة دي ينفع أقولي أن أنا كال quarter من البيتزا اه أنا كالت كتعة من أربعة يبس اسمها ايه؟ quarter طب لو أنا كالت دي ينفع أقولي عليها quarter يبقى خد بالك إن الفراكشن عشان يبقى fraction لازم يبقى بادئ بإيه؟ equal parts لكن أول إما يبقى on equal parts ما نقدرش نقول عليه fraction صعب كده؟ طيب تعال جري نبص هنا سريعا how many parts two equal والonequal يبقى two equal parts لو أنا عملت كده اللي أنا عملت ده اسمه shade shade يعني ظل أو تلوين أنا عملت shade لكم part يبقى one shaded part يعني جزء واحد ماله متلوين شكل الفراكشن كان بيكتب ازاي؟ كنا بنحط شرطة كده بنسميها fraction bar اسمها ايه؟ fraction bar بنكتب فوق one وبنكتب تحت two وبيبقى شكل الفراكشن ده كله اسمه ايه بالإنجليش؟ اسمه ايه؟ hard يعني ايه hard نصف أنا كالت أقدمني البيتزا نصف خد بالك بقى إن الرقم اللي فوق اللي هو ده بيعبر هنا عن number of shaded parts عدد الأجزاء اللي أنا كالتها أو لونتها طب واللي تحت بيعبر عن total parts يعني ايه؟ العدد كله اللي هو total parts يعني العدد كله طيب كلام جميل تعال نبص بقى للأشكال اللي جاي تعال نشوف كده fraction ده هو ده بيعبر عن ايه؟ third يعني ايه؟ يعني أنا عندي بيتزا احنا كل كل كلامنا الترم ده هيبقى على البيتزا الله عندي بيتزا البيتزا دي متقسمة الكام equal parts three وانا عملت shade لone part طب هنا البيتزا بتاعتي متقسمة الكام part one two three four five اهم five انا عملت shade لكام part four هل الفور بارتز لازم يكون لازم ينفوا بعض؟ لا طب هنا one over ten يعني البيتزا بتاعتي متقسمة ten parts one two three four five six seven eight nine ten عملت shade لكم بارتز؟ طب هنا two over seven يبقى البيتزا متقسمة seven parts وانت كلت two parts من السبب في اي مشكلة؟ لا طب اللي احنا عملناه ده قلنا يعني ايه؟ كلمة fraction وازاي نكتبه وعرفنا انه بيبدأ دايماً بـ equal parts الرقم اللي فوق هيبقى number of shaded parts النمبر اللي تحت هو total parts وخد بالك بقى ان انا مش هعط طول الوقت اقول لك كلمة فوق وتحت هنبدل ايوة كلمة فوق لكلمة numerator اسمه ايه؟ numerator اسمعني صح numerator 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 اللي تحت ده اسمه denominator 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 الاسماء دي حفظ عشان بعد كده مش هنرحب نقول فوق وتحت اقول لك مين ال numerator؟ اللي فوق كلمة فوق يعني above وكلمة تحت يعني under او below خلاص عشان لما نيجي نبص بقى للدفنشن تعالى نبدأ يلو مين هو ال denominator the number below the bar تحت ال bar تحت الشرطة in a fraction that tells اللي بتعبر عن how many equal parts are there او there في كام equal parts عندي في المسألة اللي هو total ودالك ان ال denominator بيعبر عن اين total 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 box ماشي ال numerator مين هو the number above the bar يبقى total bar خلاص that tells how many equal parts have been يعني counted عدناهم او عملنا لهم shaded خلاص يبقى ال numerator بيعبر على طول عن ايه shaded ماشي تعالى نشوف بقى اصلا يعني ايه fraction احنا قلنا احنا قلنا a fraction a number that names a part of a whole whole يعني واحد كامل كامل كلمة whole معناها كامل يعني جزء من حاجة كاملة or او apart of a group كلمة group يعني مجموعة يعني جزء من المجموعة خلاص كده اللي احنا قلنا داسمه ايه داسمه denominator وده numerator نيجي بقى العنوان الدرس بتاعنا اسمه ايه unit fractions كلمة unit unit يعني ايه وحدة يعني كام واحدة واحدة يعني ايه مش فهم ايه اللي جاب ده بقى مع fraction بيقول لك numerator بص كده لو كان one ده معنان الفراكشن اسمه unit تاني 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 بقول لك a fraction has an numerator of one اسمه ايه بقى بالنسبالي unit fraction طب مين يديني اديني example عليها عايزين example على unit fraction one over five one over six one over two one over one hundred عادي one over one million one over عفري تازرق اي حاجة one over اي حاجة نقدر نسميها ايه unit طيب هل يا مستر لو انا كتبت two over seven بيسمها unit لا ولا how many units two units two انا بسأل بقول how many units two units مش ده كده عبارة عن two over seven يعني ايه بقى two over seven يعني البيتزا بتاعتي اللي متقسمة seven boards سألت منها حاجة انا واكل منها كام بارت انا واكل منها كام بارت ده اسمه ايه الواحده one over seven طبو ده one over seven اللي تمين مع بعض بقوا ايه كوال كام two over seven طيب كلام جميل وسهل خالص لحد دلوقتي نيجي بقى للكلمة اللي جاية كلمة rober fraction كلمة ايه rober fraction لا دي دي حاجة تانية يا زيزو ناشي لسه مش هنقول عليها دلوقتي خلينا الاول بس كده في كلمة ايه rober fraction احنا اتفقنا اتفقنا السنة اللي فاتت ان ال types الناس اللي كان بتاخد معايا السنة اللي فاتت ال types of fraction انواع الفراكشن نوعين في نوع اسمه rober والنوع التاني اسمه improber الكلمة دي كنا بندلعها كده السنة اللي فاتت ونقول عليها لايق طب ودي مش لايق يعني يا مستر لايق ومش لايق لو قلنا دلوقتي ان في واحد عايز يروح واحدة اهو احسن مستم في الدنيا احسن مستم في الدنيا ايه افضل بص نصب علي كده وضحك علي بي ايه بي بان حلل لها زلبطة كده بصوا كلمة بروبرت معناها ايه لايق لو فيه هنسمي ده عمر الله هيخدم عمر الله عمر هيخدم عمر لايق الاستاذ عمر رايح فرح فهيعمل ايه هيبدأ يلبس لبس ماله لايق هيلبس بدلة وبانطلون ماشي ومسرح شعره بتاعه ومزبط نفسه ده اسمه ايه بروبر لا اسمه بروبر خلاص طيب مين بقى الابروبر ده واحد ثاني وهو رايح الفرح هيلبس لبس ماله مش لايق هيلبس فعلنا حملات هحهههههههههههههههههههههههه هرب pursued وشورها هدومه ملهب مش لايق خد بلك وركز أنا هكتبلك دالوقتي تü practicals ايههههههههه انت اللي هتقول لي مين منهم بروبر ومين اين بروبر وليه وفايف اوبر تو مين من دول بروبر هيا رودينة رودينة تو اوبر فايف ده بروبر صح كده طب وده طب ليه قلتو كده يعني ايه تو اوبر فايف يعني البيتزة بتاعتي متقسمة ده كلام ايه لاي طب لو انا قلت بقى يعني ايه يعني البيتزة بتاعتي متقسمة خليك معايا محمود خليك معايا وبركز بس سيبك من الكرسي البيتزة بتاعتي متقسمة كم بارد تو بس انا كلت كم بارد ازاي بس هو ينفع لا 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 ثانية واحد ازاي اكل خمس قطع من بيتزة متقسمة اتنين مش هينفع انا اتفقت ان انا قسمتها طيب انت كده قالت ايه طب ايه رأيك نشتري بيتزة تانين ونكل اتنين كمان ونشتري بيتزة كمان ونكل حتة واحدة يبقى انت كده قالت كام بيتزة خلي بالك ان دي اسمها ايه يعني هول كامل طب وده كمان هول ما كلتهاش كلها لان انا محتاجة كل كام بارد يا استاذ اسماعيل ادي وان تو بري فور فايف كلت خمس حتة بس لو كلت دي كنت كلت السبتة انا عايز اكل خمس حتة يبقى دلوقتي ده اسمه هول انا خلصت البيتزة كلها وده اسمه هول خلصت البيتزة كلها الشكل ده النوع التالت اللي اسمه ميكسلت يبقى الميكسلت ده هو بديل لمين للامبروبر يبقى دلوقتي انا اقدر اقسم بقى كلامي لكم نوع ثلاث انواع مين اللي هو اللاية وده باشا باشا الواحدة دلوش دعو بالدنيا لكن فيه ايه بقى امبروبر وميكسل هدفي في الدرس اللي هنتكلم عليه ان انا خليك تعرف تحول من امبروبر لميكسل او من ميكسل لامبروبر تمام فهمنا كده طب قولي يلا تاني هو امتى بقول على الفراكشن لو كان النيومريتور اقل من الدينوميناتور لس زان الدينوميناتور اصغر من الدينوميناتور طب لو كان النيومريتور مور ذام الديوميناتور او ايكوال يبقى امبروبر وساعتها اقدر احوله لشكل ايه ميكسل طيب كلام زي الكم تعالى بقى نرجع تاني اللي احنا قلناه ونشرح حاجة مهمة برضو عشان نبقى خلصنا الحيط تاني ان انا عايز حضرتك كمان تكتب لي الفراكشن بحاجة اسمها الورد فورم الورد فورم زي ما خدناها الترمي الاولاني اللي هو ان انت بتكتبها بالانجلش لو انا عايزة اكتب دي هكتب وان فارد فارد هنا فور ففت ففت ليه حطينا اس عشان انا كالت كام بار والفور في الانجلش الجامعة بلورن صح بروف عليك قد بالك الجامعة في الانجلش بيبدأ من اول كامل من اول كامل يعني اول لما تلاقي كامل حاجة تعرف على طول انك هتخط ايه في اخر الكلمة اس لكن اللي هي اليونت لا ما بحطش اس طب هنا اكتب دي ازاي ايوا سبن فاس هنا وان كان ف بس مفيش اس في الاخر تعالوا بقى بعد ان ما عرفنا ازاي نكتب بالورد فورم نتعلم ان احنا نعمل ده خلي بالك بقية انوان الدرس دي كومبوزنج وكومبوزنج للفراكشن يا مستر انا فاكر ان كلمة كومبوز معناها اصبر دلوقتي تكوين او تجميع صح كده لكن دي كومبوز معناها تكسير او توضيع كويس بالزبط انا عايز اسأل سؤال هو لو جالي في الامتحان قال لي وان اوبر فايف اللي هي وان ففس فلس وان ففس الاجابة تبقى ايه؟ وان ففس واحدة واحدة ويعني ايه وان وفر فايف بيتزا متقسمة ها فايف باردس انت قالت بارد وروحت واكل كمان بارد كمان من الفايف يبقى انت قالت كام بارد من كام يبقى انا خدت بالي ان انا لو بعمل بلاس او بعمل مايز ده شرط بالشروط اللي احنا قل عليها الدينو مينتور لازم يبقى بص كده للكلمة دي اسمها ايه؟ لايك لايك يعني متشابه او متماثل شبه بعض لازم يبقى الدينو مينتور ايه؟ لايك طب بص هنا تكس كويس اول حاجة هعملها ايه؟ هنزل السابن 2 بلاس 2 4 4 بلاس 3 7 مين يقول لي دي اقبارة عن ايه؟ ايه؟ 1 hole 1 hole ليه يا مستر؟ عشان انا كالت كام بارد؟ 7 من البيتزا اللي متقسمة كام بارد؟ 7 1 hole مش فاهمة 1 hole لو انا قلت لحضرتك 8 over 8 انت فاهم ايه؟ ان البيتزا بتاعتي متقسمة 8 بارد وانا كالت ايه؟ فده معنى ان انا كالت 1 hole طب لو قلت 100 over 100 100 مين اللي اكبر؟ ده ولا ده؟ الاتنين بيساوا بعض الاتنين بيساوا بعض يا مستر بس ثانية ده انت هنا البيتزا مقسمها تمر حتة والبيتزا هنا مقسمها 100 حتة هي هي البيتزا انت كالت هنا كل ال 8 بارد وكلت هنا ال 100 بارد كلهم ناشي تعالوا بقى نبدأ نشوف عكس السؤال احنا خدنا كده ازاي نعمل ايه؟ كومبوز تديني شوية فراكشن معمول لهم بلاص ألمهم لك تعال بقى ناخد الفراكشن ده نكسره 5 over 8 ها اعمل لها ازاي دي كومبوز اكسرها ازاي اكسرها اه لبطير 1 over 8 1 over 8 ماشي 1 over 8 2 over 8 هو كده استخدم اليونت ولا لأ؟ في نص المسألة والنص التاني لا انا عايزة خلي حضرتك يبقى عندك طريقتين للحل يا اما تستخدم اليونت فتعالا نبدل دي مثلا كده نخليها كام 1 plus 1 over 8 كده انت استخدمت الايه؟ اليونت فراكشن عشان لو هو طلب منك في الامتحان قالك دي كومبوز يوزنج ايه؟ اليونت فراكشن ممتاز بص هنا create a model to represent each of the following ويرسم لي model عشان يعبر عن كل واحدة من دول عايز تجاوب ولا عايز تسأل تسأل باي لا تمام؟ دلوقتي مفيش بورد 1 hole equal كام 5th؟ 5 خلي بالك انه هنا ده سؤال في هيجيلك في الامتحان هيقولك 1 hole equal نقط 5th 5 فهروح كاتبله ايه؟ 5 لان ده الوحد له اسمه ايه؟ 5 وده 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 صح كده؟ 8 5 equal 8 8 5 how many 4 5 4 طب لما تجي تعملها دي كومبوز هتكتبها ازاي؟ 1 over 4 plus 1 over 4 1 over 4 plus 1 over 4 1 over 4 خد بالك ان كلمة fourths ليها بديلة عندنا اللي هي quarters ممكن تقول fourths او quarters كلام زي الفهم يبقى في الصفحة دي احنا تعلمنا حاجات كتير اوي عرفنا يعنيه fraction عرفنا يعنيه denominator numerator yon attraction ايه الفرق ما بين البروبر والامبروبر و ايه اللي جاب كسة المكسد عندنا وعرفنا ازاي نعمل كومبوز ودي كومبوز وعرفنا كمان ازاي نكتب بالورد فورد قوليه له قوليه له ايه؟ انا يا هد دي ماشي هنا يا انسة ولما تحب تسألي اسألي على كله مش قازم تقولي له يارا ويارا تقول له المسل طفقنا؟ انا مبطيقش يارا اصلا الone hole equal انا بسأل دلوقتي الone hole البيتزا الكاملة اقدر اقسمها كام بارد؟ اي بارد اي عدد اي عدد لو انا عملت كده بقوا كام بارد؟ تو لو انا كالت التو باردس يبقى انا كالت ايه؟ one hole طيب هو انا دلوقتي يا واد اوز بورد اوز بورد لو انا عملت كده كده انا قسمتها كام بارد؟ four طب لو انا كالت الفور باردس يبقى انا خلصت البيتزا كلها او لا؟ او فانا بسأل how many بصي كده how many halves in one hole two الone hole جواها كام half؟ two two halves ليه؟ لان الone hole equal two halves طب لو قلت how many وبدلت كلمة halves بكلمة quarters how many quarter in one hole four بقت four quarters ليه؟ لان انا اقدر اكتب الone hole دلوقتي equal quarter plus quarter plus quarter plus quarter اللي هي البيتزا الكاملة اللي تقسمت four parts ده quarter الاولاني وده التاني وده التالت وده الرابع لما عملت لهم بلاس كلهم طلعوا ايه؟ one hole يبقى اي سؤال هيجيلي في الامتحان يقول لي how many كذا in one hole hole ها هنعمل ايه؟ هشوف الكلمة له الكلمة هناك كلمة how two هرد ب two third three quarter four ten fifth ten hundred fifth hundred تهمنا كده؟ يبقى بسأل how many كذا in one hole طيب شوف الكوستشن اللي بعده بيقول لي what's the fraction that represent the colored boards ايه الفراكشن اللي بيعبّر عن ده؟ انا عايز اكتب fraction بيعبّر عن ال shaded board here how many shaded boards seven how many total boards ten ولا three ten اللي قال three عد اللي لونه مبيض وانا ما قلتش بنعمل كده انا قلت بنعمل ايه؟ وانا ال shaded طيب كده انا خلصت السطر الاولاني السطر التاني بيقول لي write an equation that represent unit fraction يعني ايه؟ يعني انا عايز حضرتك تمسك ال seven over ten تبدأ تعملي equation اللي هي فيها equal اللي فوق شايفة شكل البيتزة؟ متقسم كام بارت يا يارا ten فكتبنا تحت ten عملنا shade لوننا كام بارت عديهم كده بقى seven يبقى seven over ten طب انا عايز اعمل بقى decompose لل seven over ten فاكسرها هكتب ايه؟ خلي بالك ان هو قال لك ايه هنا؟ ركز قوي باستخدام مين؟ unit fraction يبقى هكتب ايه؟ مع بعض one over ten ten one over 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 ten صح كده؟ اه دول كم؟ seven دايونت two three four five six سؤالي لبعض decompose each of the following fraction into two ways جوزيف four over five عايزك تعمل لها decompose one over five ماشي تمام؟ عايز طريقة ثانية عمر ازاي عمر؟ ازاي two over five كمان؟ عشان يبقى two plus two equal كام؟ four السؤال اللي بعد five over eight جنا نعمل one over eight one over eight four over eight four over eight five over eight five over eight بطريقة ثانية نور تمام؟ كويس؟ السؤال اللي بعد the اقرأ كويس؟ نيومريتور مين النيومريتور هنا؟ five بل إجابة five أنا بسأل على النيومريتور بس اللي هو above الفراكشن بورد the 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 one two three four five six six over ten جوزيف ما نرغيش السؤال اللي بعده one one seven طب اللي بعده عايزين نعمل بيكم both three eights equal one eight two طب اعمل plus لكل دول four four seven the number of sixs six in one six يعني واحدة d d d d هنا مين المكتوب؟ equal one over eight plus cam over eight كمان؟ أنا لما أعمل دي كومبوز لل three eights لما أكسرها أكسرها إزاي؟ ممكن أكتب كده one over eight plus one over eight plus one over eight ممكن أكتب إيه كمان؟ two over eight plus one over eight أو العكس one over eight plus two over eight كمان؟ كمان؟ السؤال اللي بعده write the fraction that represent one over four plus one over four plus one over four three over four الإجابة three over four draw a model for this fraction ارسم لي model للفراكشن ده أنا محتاج أرسم إيه؟ بيتزا وأسمها four parts equal وعمل شيد three parts من أي three parts من أو سؤال اللي بعده use إيه؟ to write an equation to represent the fraction for the colored part the colored part the colored part the colored part one over four four five إيه؟ هتقول لي إنك عدد ده بالنسبة لدول بس آه لأ كله one over five plus 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 one over five plus one over five equal كان four over five وأنا ليه كتبت equal؟ بسبب equation إحنا قلنا الإكواجن لازم يبقى فيها علامة equal السؤال اللي بعده زينب write an equation to decompose three quarters into unit fraction عايز حضرتك تكتب لي equation عشان تعمل دي كومبوز لده باستخدام اليونت one over four over four plus one over four plus equal three over four إيه السؤال اللي بعده بس ملا three over six عمل لها دي كومبوز تمام؟ كويس three over six بطريقة تانية أه محمور two over six إقرى السؤال how many unit fraction three over five فيها كم unit three three six over seven six four over nine five eights five five three quarters three seven tenths seven seven سؤال اللي بعد بيقول لي write an equation decomposing each of the following into one أنا مش هحل غير أول واحدة بس الباقي كله سهل خلاص نفس الفكر تمام؟ أه يالله يا رؤية five خلاص الباقي كله هنا هنكتب ايه؟ one over seven 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 وبنفس الطريقة كله طيب تعال نحل بقى سؤال complete the fraction which represent the opposite figure كلمة opposite معناها مقابل figure شكل الشكل المقابل ده بيعبر عن fraction ورع عن ايه؟ one one four three four الناس اللي قال three لحد دلوقتي لسه بتتلغبط بسبب انه بيعد الباقي أنا بعد التوتل واكتبه تحت السؤال اللي بعده إذا الشيدة بارت cam over cam عد الشيدة بارت one two three four five six seven seven السؤال اللي بعده مصطفى the number of unit fraction لا ليه قلت ايه؟ هو بيسألني على عدد the unit fraction هو الشكل الفريكشن ده في كم يونت جوه كم يونت eight units خلاص كده؟ ده هو اسألني هنا على النم ما قال ليش اعمل decompose عشان انا عارف ان انت كنت هتوقت تقولي one over nine plus one over nine plus one over nine plus one over nine صح كده؟ ده لقوا الطلب مني ان انا اعمل ايه؟ decompose نشوف السؤال اللي بعد one whole equal سلمة نقط fourths four السؤال اللي بعده يلا يا ياسين third plus third two over three السؤال اللي بعده يلا يا جميل ردينة one over five one over five one over five four four over five four five five over nine ريم four over Ten eight over eight one whole ينفع كتب one بس؟ آها آها عادي معاز نقط 5 equal one سؤال اللي بعد ركز مين اللي هنا هو بيقول لي حاجة ليه بقى تين بس كده يبقى هكتب 7 لكن لو انت كنت كتبت هنا 3 over 7 كنت تطلع 8 over 7 نوع او ايه ده يبقى ده غلط يبقى اللي اجابة عندي هي 2 over 7 طيب السؤال اللي بعد يلا يا انا انا ديفيد هيا ديفيد 1 over 5 ركز يا ديفيد مين اللي بعد علامة الايكوال يا ديفيد 4 over 5 يبقى انا عايزة حطة هنا كام 3 عشان تبقى 3 over 5 plus 1 over 5 يبقوا 4 over 5 السؤال اللي بعد 2 thirds 2 thirds زياد 2 over 3 طيب كده غلط 1 over 5 1 over 3 1 over 5 ما هو ما كده بقوا 3 thirds يا زياد انا عايز كام ثرد بس 2 يبقى هنا 1 over 1 السؤال اللي بعد 3 7 thirds انا هكتبها الاول في لوباتير 3 over 7 3 over 7 تعالا نعمل لها دي كومبوز 1 over 7 1 over 7 1 over 7 كمام 1 over 7 السؤال اللي بعد يلا يا جودي سامة سالمة اخيرا قلت اسمك صح بعد 3 محاولت بس انا الترمي الاولاني ما كنتش بقوله اصلا بنس على طول ها ركزي كويس قوي في السؤال ده 1 over 1 برافو عليكي 1 over 4 1 over 4 1 over 4 1 over 4 طبا مستر ليه ايه اللي عرف لي ان انا بكتب 4 هم عددهم 4 fractions هو عايزة 1 هون خلاص كده يعني مثلا انت اصدك يا فلوباتير 2 over 8 plus 2 over 8 plus 2 over 8 2 over 8 مش دائك والوان هول اه صح ولا غلط اه لا صح صح 4 over 60 بس خد بالك وده اللي هتعرفه بعدين ان 2 over 8 هي هي 1 over 4 بالزغط اه عشان لما نعملهم هنعرف هنعرف لسه لسه مش دلوقتي دلوقتي بعد اما عرفنا 3 types of fraction هو بيقول لك هنا بقى التعريف بتاع 3 types of fraction اول نوع اللي هو الصغير الخلاصة بتاعت كل الكلام ده مكتوبة مين اللي اكبر النيوميريتر ولا الدي نومييتر اللي هو اللي فوق ولا اللي تحت اللي فاق بص كده اللي تحت هو كبير فيقدر يشيل فوق كتفه الصغير اللي تحت كبير يقدر يشيل فوق كتفه الصغير اللي تحت كبير يقدر يشيل فوق كتفه الصغير فده اسمه ايه بروبر لايق خلاص طيب هنا الامبروبر ايه اهم حاجة ان مين الكبير أو الاتنين مالهم لبعض يعني أنا لو كتبت دلوقتي دي تبقى دي تبقى إمبروبر سيكس إمبروبر نيجي بقى المين الميكسد قالك أني 4froufer4 دلوقتي الـ الـ اللي تنين إيهة البعض يعني ده الهول الهول ده نقدر نسميه إيه إمبروبر فراكشن لو كان الـ اللي تنين إيهة يعني أي نقدر نسميه إيه إمبروبر أو نكتبه على شكل إمبروبر فاببص هنا الميكسد بقى ميكسد يعني إيه خليط كوكتيل كده حطين جواه مين اللي هي وان هول ومعها ايه كمان دي لازم تبقى بروبر فراكشن بص كده اميكسد نمبر ازا نمبر ميد اب مكون من اهول نمبر ان دا بروبر فراكشن لازم يبقى بروبر هنا فين الهول التو هي التو دي بتعبر عن ايه يعني ايه عدد عدد الهول البيتزا الكاملة صح طب وده عبر عن ايه اللي هو انت خلصت تو بيتزا كاملين كلتهم وجبت بيتزا كمان قسمتها سيفن بارت وكلت منها وان بارت حنقولها دلوقتي حنقولها دلوقتي بصوا بقى الجزء اللي جاي في الحصة كله ازاي تشتغل على الامبروبر تحوله لميكسد ومن ميكسد لامبروبر احنا هناخد المسألة باكتر من طريقة لحد ما هنكتشف طريقة سهلة جدا للحل تعال نبدأ اول حاجة بيقولي انا عايزك ترسم موديل يعبر عن دا انت فاهم ايه انا عارف انه امبروبر ماشي هترسمه ازاي هرسم مثلا بيتزا متقسمة لثري بارتز وكلت منهم كم فاحنا هنعمل ايه هنأكل التلاتة ونشتري بيتزا كمان نأكل منها تلاتة ونشتري واحدة كمان ونأكل منها اتنين معايا كده يبقى كل دا بقى ايت اوفر واحنا عرفنا دلوقتي ان دا اسمه ايه امبروبر فراكشن طب لو انا سألتك تعرف تكتب الامبروبر دا بشكل مكسد انت كالت كام بيتزا كاملة خلصت كام بيتزا وكلت ايه كمان انت خلصت تو بيتزا كاملين اللي هم لتو هول دول وخلصت تو بارتز كمان من البيتزا اللي متقسمة ثري بارتز مسألة كمان هنا بقى هو اوفر علي رسم لي الرسمة وانا اللي هكتب انا عايزك تكتب امبروبر ومكسد ابدأ بالامبروبر هنا انت كالت كام بارت فور اليفن من كام ازاي تول انت عديت عدد البيتزا بس انا بعد عدد البارتز اللي البيتزا الواحدة متقسمها صح ركز كويس انت كالت هنا اليفن بارتز من كام بارت للبيتزا الواحدة سيكس بارتز بس انا مقولت لكش تولب طب لو انت بقى اصدق ان دا تولب انت ليه ما قلتش هنا ناين ما ثري وثري وثري اهم مفروض كنت تكتب هنا ناين صح يبقى لما تيجي تحل المسألة انت بتعد فوق عدد الشايد بارتز وهنا عدد التوتال بارتز لكل بيتزا واحدة طب قول لي هنا انت كالت كام بارت؟ ركز يا حبيبي كالت كام بارت؟ من 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 كام بارت؟ البيتزا الواحدة متقسمة ثلاث اجزاء كالت كام بارت؟ ناينتين من كام؟ من 5 اللي انت عملت قدامك ده هو كتابة الايه؟ الامبروبر فراكشن عايزك بقى يلا تحولهولي الميكسل في كل حالة واحدة واحدة هو انت كالت كام بيتزا كاملة؟ وان وكالت ايه كمان؟ 5 بارتز السؤال اللي بعد كالت كام بيتزا كاملة؟ وان هول وايه كمان؟ 2 أوبر 3 كالت كام بيتزا كاملة؟ 3 بس خلاص كالت كام بيتزا كاملة؟ 3 وكمان أنا دلوقتي أنا لسه ما خلصتش حدش يقولي مش فاك لسه ما خلصتش أنا دلوقتي بقى عندي طريقة ممكن تبقى طريقة ريخ ما شوية بس هي طريقة تخليني أقدر أكتب الشكل اللي قدامي ده بطريقة الامبروبر وكمان أحوله لإيه؟ نكسل طيب خليني أقول لك على حاجة تانية مين فاكر؟ المسألة دي أنا أنا موسألة الترمي الأول صح؟ طيب هو دي معناها إيه؟ احنا كنا بنعمل إيه؟ بنقول دور على 6 6 by cam يديني رقم أقل من 11 6 by cam 6 by 1 6x1 equal 6 ما هو ده أقل رقم من الـ 11 لأننا لو خدت 6x2 هتبقى 12 أنا معيش غير كام 11 طب الـ remainder بقى كام 5 مسألة كمان دي مسألة الترمي الأول ما حدش يقول لي مش فاهمها المفروض من كلنا فاكرينها تاني 13 divide 2 نقط remainder نقط كنا بنعمل ايه 2x6 12 remainder 1 مسألة كمان 10 divide 3 3 3x3 9 remainder 1 بص كده معايا ركز في اللي أنا هقول هي دي ايه 11 6 اقراها كده 11 divide 6 هتبقى 1 1 1 ورميندر 5 1 ورميندر 5 وينزل الدينامياتر زي ما هو تاني 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 ها دي اسمها ايه 5 divide 3 1 ورميندر 2 1 ورميندر 2 9 divide 3 3 ورميندر 0 فما فيش هنا 19 19 divide 5 3 3 by 5 15 ورميندر 4 فلما اجا اكتب لك بقى اي improper fraction انت هتقراه على اساس ان هو divide لو قلت دلوقتي 21 over 5 اكتب لها 21 divide 5 اه 4 remember 1 صح اه طب قول لي هتكتبها ازاي اه 4 1 over 5 over 5 تعالى نرسمها احنا انت فاهم ايه من الرسمة دي ان انا عندي بيتزا متقسمة كام بارد وانا كالت كام بارد 21 بص كده للرسمة ادي البيتزا اللي متقسمة 5 بارد انا كالت منها 21 ازاي خلصت 5 الاولانين وطلبت بيتزا كمان وخلصتهم كده انا كالت كام بارد 10 كام بارد 10 هنا 5 وهنا 5 هاخد بيتزا كمان 3 كده خلاص ولا لسه لسه هاجيب بيتزا كمان وانا هو رجعان اوي كده ها كده نكلت كام بارد وانا كالت كام بارد خلصت ولا لسه لسه هاجيب بيتزا كمان واكل وانا كده 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 و هدوّر على الرميل تمام كده؟ طب العكس بقى لو انت مديلي ايه بقى؟ و عايزني اكتبها على شكل بص ركز معي و خد بالك من اللي هيحصل هنا في المسألة دلوقتي هو بيقول لي يعني انا حاول يعني انا حاول الميكسد لامبرول طيب الاول قبل ما نقول ازاي نحاوله تعالى نرسم الرسمة بتسهل علينا في الاول في كم هول؟ يعني انت خلصت تو بيتزا كاملين صح؟ و كل بيتزا منهم متقسمة كم بارد؟ انت خلصت دي كلها و خلصت دي كلها و كالت كمان كم بارد؟ من بيتزا متقسمة فور اهو فور تعالى بقى نكتب الميكسد ده بشكل امبروجي انت شايف ان انت كالت كم بارد؟ وان لا بدش يعد العدق احنا قلنا مين اللي بيبقى تحت؟ التوتل التوتل ده بتاع البيتزا كلها ولا بيتزا واحدة بس؟ بس ثانيا مستر الطريقة دي صعبة قوي صفر اتجالي لا هي شكلا سهلة بس صفر اتجالي في الامتحان قال لي 12 و 3 ده معناه ان انا هاعد ارسم له 12 بيتزا كل بيتزا فيهم متقسمة ل 7 بارد وبعد كده عودة عد كل ده لا ده الموضوع طويل قوي انا عايز طريقة اسرع من كده عشان احل بيها كل المسائل بص بقى ركز معايا يعني ايه دي؟ 2 and half صح؟ معناها ايه؟ 2 and half يعني بيتزا بيتزا كلتا 2 بيتزا كل بيتزا فيهم متقسمة ل 2 بارد والبيتزا الثالثة انتكلتها فلما نيجي نعد الباردس اللي احنا كلناهم هنلاقيهم 5 over 2 صحبة؟ قل لي كده هو ده اسمه ايه؟ Mixer وده اسمه ايه؟ Imbrobo بص بقى اللي انا هعمله كده وركز deal 2 and half وانت نازل بتعمل باي وانت طالع بتعمل بلاس هفهمك دلوقتي نازل 2 باي 2 4 خد الفور اللي انت عملتها دي اعمل لها بلاس 1 over ثاني 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 فاكر المسألة دي اه two hole three over four انا قلتلك هنعمل ايه؟ نازل باي طالع بلاس نازل باي طالع بلاس اعمل باي تو باي فور وانت طالع اعمل بلاس خد الآية زود عليها كام هتبقى بص كده احنا حلناها من شوية طلعت تاني تاني مسألة كمان ثري هول وفايف اوفر ايت نازل باي طالع بلاس ثري باي ايت توني فور هعمل لهم بلاس باي كام توني ناين اين اوفر ايت ايت زي ما هي بس يبقى خلاص دلوقت يا مستر انا بقى عندي طريقتين الطريقة الاولى احول لك بيها من امبروبر لايه باي انا بقى ارى المسألة على اساس ان هي الطريقة التانية من ميكسد لايه ازاي نازل باي طالع بلاس تعالى نشوف بقى كزا مسألة على الحية تانية كل واحد من دول ميكسد انا عايزك تحول كل واحد منهم لامبروبر فراكشن نبدأ اول سؤال يلا يا يوسف كام لأ احنا مين اللي بنزله الاول الفور مليش دعب الفور خالص دي ما بتتغيرش الدينو منيتور ما بيتغيرش اه وانا نازل هعمل باي وانا طالع هعمل بلاس يلا اعمل لي باي هتاخد التولف تعمل لها ايه بلاس ري شكرا خلصت المسألة كده انت حولت من ايه الايه من ميكسد لايه يلا يا رودينا ها رودينا اول حاجة هنزلها الفايل وبعد كده باي وبلس ثيرتي هنزود ايه اضرب عليك هنزود عليها ثري باي تكمل ثيرتي ثري ها يلا يا اروض هنحط الفايف فورتين ممتازة يلا يا محمد يوسف معلش ها ها سيكستي فري ممتاز كده احنا بقى عندنا الطريقة اللي تخلينا نحول من ايه الايه من ميكسد لامبروبر طب تعالا نقرأ السؤال اللي جانبه عكسه بقى بيقول لك write each improver as mixed يلا بس ملا ايه تين اوبر فايف احنا بنحول ازاي من الامبروبر للميكسد بنعمل يلا ايه تين ديفايد فايف الايه تين جواها كان فايف اه براحك محدش يجاوب بعد ازن حضرات الايه تين جواها كان فايف 18 جنيه فيهم كام خمسة لا ثلاثة فايف وفايف وفايف يبقى ثري والريمندر اتبقى معاك كام ري كمان يبقى لما تيجي تتكتب هتتكتب ازاي ثري هول وثري اوبر بصوا بقى انا مش عايز بعد كده اي حد يكتب دولي انا عايزك تنط من هنا لهن عشان توفر في الكتابة طب يا مستر الخطوات دي انا هعملها فين في دماغك يعني ايه بص هفاهمك او تين ديفايد فري التين جواها كان فري فري يبقى دا الهول والريمندر كام اوبر كام خلصت تاني 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 اه اي تين ديفايد فور اسماعيل الاتين جواها كام فور فور فورز يبقى كتب ايه فور وتحت الدينامينتور كده كده فور الريمندر كام يا راجل تو مش فور باي فور بسكستين ابقى كام لحد الاتين بقى تو طب بص للسؤال اللي جاي ثيرتي فايف اوبر سيكس نور الثيرتي فايف جواها كام سيكس كده كده هكتب السيكس اللي تحت مانيش دعبي الثيرتي فايف جواها كام سيكس يعني كايني بسألك سيكس باي كام يديني رقم اقل من الثيرتي فايف سيكس باي كام بقى سيكس باي فايف يبقى ده الهول سيكس باي فايف ونحط فوق الفايف عشان سيكس باي فايف بثيرتي والريمندر كام فايف سؤال اللي بقى بص هنا شيد شيد the model to represent the following mixed number اعمل لي شيد هنا عشان اعبر عن الشكل بتاع الميكسد ده هو ده ايه ده يعني ثري ثري هول يعني حضرك هتلون ثلاثة كاملين وايه كمان وان بارد من الفايف طب هنا هلون تو هول وان ثيرد هنا هلون وان هول وان اوفير فور هلون خطوة اللي جاية ان انا عايزة حضرتك كمان تكتب اكوافلانت امبروبر فراكشن سيبك من كلمة اكوافلانت دلوقتي خلينا ان احنا عايزين نكتب امبروبر ده يتحول ازاي لان امبروبر هنزل مين نازل باي طالع بلس هتبقى سكستين هنزل ثري نازل باي طالع بلس اشتركوا في القناة